ارتقى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوض الصلاحي بمدراء مكاتب التربية والتعليم والصحة والإعلام ونائب مدير أمن المحافظة لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ووضع الإجراءات الوقائية والاحترازية من عودة جائحة كورونا بعد تسديل أول حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بمدير المفلحي واستعرض مدراء التربية والصحة والإعلام الدكتور الزعوري والدكتور عارف عياش وسعدان اليافع الاحتياجات الأساسية من أدوات رش وتعقيم المدارس وتوفير المطاهرات والكمامات للطلاب وطواقم المعلمين عند بدء العام الدراسي وحمل التوعية مرافقة وطالبوا بضرورة توفير الدعم لتوفير هذه الاحتياجات ووضح الصلاح بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ ما يجري على المحافظات الأخرى واتخاذ التدابير الهادفة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين